السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وشركوا مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير اليوم إن شاء الله وضم تحضيرات رمضانية قد نوجدو بسطلات ما الحين اقتصاديين لداد وأكيد سهن بزاف تحضيرين يوجدو بسرعة فبقوا معي نشوفوا تفاصيل تحضير ديالهم من أول فيديو الآخر ديال تجو في المكونات تجوجو بسطلات صغار أو متوسطين مشلدين بها تشكل رابعة ديال الكفتة جوج قطع صغيرة ديال شرية الروز علبة تياغورط طبيعي صلصة حارة فرماج نحكوك أنا استعملت الحمر تلتة ديال قطع ديالجو بن مربع ممكن ديوربعة أم تلت معدنوس من قطع أرقيق توم بودرة ممكن نعودو بالطريق بتحميرة زعتر ملح وبزر بالنسبة لطريقة التحضير فهذه ناخدوه مقلة هذي تدروا فيها كيميا من زيت او زيت وزبتة هذي تدروا البصلات ديالنا اللي إما كنفرموها او كننشضوها بهذه الشكل كنخليوها كتدبال او لقد طيح و كنمشيو كنوجدو شرية ديالروز بالنسبة لشرية ديالروز فممكن أننا نعودوها بشارية الصينية عادي مدرش بزاف ديالروز لديهم صغارين جوج منهم تقريبا 1-100 كرام فقط بش ميجيناش يعني فيها شرية بزاف فهكا كتجي ابنينا صافي غادي نديروها فهكا يبشي إنا ونزيدوها المغليا ونخليوها على الأقل خمسة دقائق كترطاب هي كتاخد شوية الوقت على الشرية الصينية ولكن المسبة لي هي أحسن من الشرية الصينية في الوصفات في حركة البساطل او المالح في صفاء عامة هنغطيوها ونخليوها فالأثناء غادي تكون البصلة ديالنا صافي ديبلات غادي نزيدو لها الكفتاء منسبة للكفتاء فكيف تقول صغيرة أنا كاتت عندي نسكيلو قسمتها على جوج فقط ممكن تزيدو إلا بغيتو كيميا كتيرة من البساطل فممكن تضعفو القدر اللي درت انا صافي غادي نخليوها كي تشد فرصة وبعدها نفرتوها ونجدو لها العطرية كاملة معها المعدنوس وباقي المكونات طبعا في العطرية كيف تقول تحميرها واحد المعرقة كبيرة تقريبا بودرة ديالتوم او نعودوها ثم طرية ندروها في البصلة مع الدنوس قطع شوية ديال زعتها بليك نحكو وهذا الشكل واحد المعرقة صغيرة تقريبا أكيد انا نكتب لكم المكونات أسفل الفيديو الملح والبزار والملح دائما على حسب الضوء وطبعا نسمد الحرور فأكيدا لكي تعلينا الماضاق خلناك تكون الحرور كيمياء قليلة فقط اختريت الصلصة الحارة لانما مجهداش بزيف وتعطيه مضاق زوية ممكن نعودوها بهريسة كنخلطو ونخليه الكفتة كطيب كنزيدو ياغورت طبيعي يعني احنا عودنا هنا بالكريمة باش كتجينا الحشوة دينا مع الكارطة طباء وبنينا في نفس الوقت كذلك لسة دي القيطاع دي الجبن مربع او نعودوه لسة دي القيطاع دي الجبن الربعة من الاحساب الربعة دي القيطاع دي الجبن متلت يعني الفرماج المتلت وغادي نبقى وكننحركوه وحتى نحسوب ذاك الفرماج دي عد باش كنزيدوه في الاخير الشعرية اللي كتكون رطابت وكنقطعوها على حساب الرغبة طبعا المقص وكنتكون استقطرات مزيان من الماء كنخلي وحتى تشحر مع الحشوات دينا كتشرب المضاقات يعني المختلفة كتجيت هيا اللي دا ما كتبقاش نشفه وكنخليو الحشوات دينا كتبرد وكنمشيو مباشرة باش كنعمروها طبعا غنحتاجو الورقاء دي البسطيلة تقريبا نسكيلو هو اللي غنحتاجو فقط وكإضافة في الاخير نحتى كنطفيو كنزيدو الفرماج محكوك يعني تقريبا واحد لخمسين قرام حتى الستين قرام يعني كيميا اختيارية هو كيعطيه إماداق وكيعلك حتى هو الحشوة فدرت لي فصغي وراكب ما رحتو معي صافي هنا نخليوها تبدو كيف قولت ونمشيو ناخدو الورقاء دي البسطيلة انا درتني المتوسطة كناخدوها وكنقسموها الاربعة كيف كندلو البساطل دائما وهذه غتكون بطريقة تزين أسهل ومختصرة وكنتجي بدل على اليموال فيه كناخدوه بقصة طبعان كنقسموه في الاول على جوج ثم على 4 وكناخدوه اي مول اي اطار ممكن تستعملو اللي بغيتو يكون صغر بحركة بسيطلات رمضان فمن الاحسن يكون الحجم اللي لهم صغير في التقديم كيوه احسن كيكونو فرضيين كندهنوه بالزيت وكندلوه دوك المثلاتات بهتشكل كنخلفوهم ودائما الجيهة الحرشة هي اللي الداخل وجيهة اللي كتكون الملسة كتكون من التحت طبي كنقضوها بهتشكل وكناخدوه وحدة اخرى وكنخلفوها معاها باش كتجينا يعني ورقه على ورقه مكتبقاش لنا الحشوه يعني مع الوقاها كبعد ما تكترطق وكتخرج كان دلو الكيميه اللي بغينا على حساب المول طبعا نعمروه مزيان وكناخدو دوك الاطراف وكنجمعوهم مراكي مرح تدهنتها بالزيت مكتدهنوه بالزيت والزبدة على حساب الموتو فاندلتغي الزيت فقط وكيميه قليلة باش ورقه دينات جي من بعد مقرمشه وكنجمع دوك الاطراف وانا كنبرك إلا بل يكون القادية لكم صغيرة وغا تعدبكم فاصقوه بصفر البيضاء انا مغانا نحتاج وكنضغطوه باش كي ياخدينا الشكل دلمول وكنزيدو مازال قادية لابد لدينا شي حاجه وكنوضعوها في صافحة ديال الفون ونفرشها بورق ديال كبخ وغير محطوه ونحطوهم هكا كلا غيتلقو الزيت صافي غادي نستمر بنفس الطريقة كندير جوج مخالفين وغير مازال بالدهون بالزيت كي باش ما كنسقش لنا من بغيون نزور ودائما كيف قلت الجيهة اللي حرشة هي اللي في الداخل باش نيكا نجمعوه بسطلة ديالنا كاتجينا قادة وملسا صافي غادي نستمر غادي نعمرها ونجمحها وكيف قلت إلى بنت لكم بقاو تلسقوه بصفر البيضاء بنت لكم عندكم الورق عينيلي جبتوا ورقة كبيرة ودرتوا مول صغير وبقا لكم بزاف الورقة من التحت فنقصوا منها وعجمعوه صافي غادي نستمر حتى كنزي الورقة ديالي والحشكواء كاملة كيف قلت كنديرهم في صافيحة الفرن ونشوف نشوفو طريقة ديالتين ناخدو ديال الورقة اللي كاتبقالينا كي مرحتو هنا يا شكلت بسطيلات كاملين نجيبو ايطار او القطعة اللي كاتكون كبر من المول اللي استعملنا او كبر من البسطيلات وكان قطعو دوائر بهات الشكل اخدوهم وكاندهنوهم بزيت انا ازلو شوية ديال سلسات الصوجة وشوية ديالتحميره انا عادا نخلط وقديندهنهم زيان وقدينزين بهم من الفوق وطبعا باش تلسقين هاد الورقة من الفوق فضروري خاص ندهنو بسطيلة ببيض البيضاء او بالصفر اللي بغيتو سوف ندهنوهم كاملين وقدينخد دوائر ومدك ان نشكل فيهم خاصة السلسات الصوجة بقاتنا من بعد من غليش دراسهم واحد شوية غادي نزيد ندهنهم كيف قلت بخاليط ديالتحميره 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 نزيدنا بشكل العشوائي كيف تقدمون بشكله ديالتحميره في الوصف يدهن فكي قطع اليه وإيضاء تلسقه وكيفيندتحميره نصف الطيبة باش نحتفظوا بيهم من بعد هنا بناسبة لدينا تتحضيرات لقديدهم وتقدموهن مباشرة فقديندخلوهم وقدينقوهم ونصف يطيبوهن نصف طيبة باش نحتفظوا بهم نصدر بالماء والمى في البلاستيك او البواطا نقدمهوا و نكملك طيب و نسرد ماء نضيف دهنهم من الفوق و نعود خرجهم ونحدثهم لديهم حمارة وبيض البيض فدهنتهم بهات الشكل ورطيتهم رمزالين غيشت دين راسهم فقط كي يجيو زوينين انا غيبين لكم شكل نهائي كيف ممكن نقدموه بحلقة كبز نجلان كحال او لاب البافو كي يجيو لون زوين ممكن شوية ديال معدنون ساكايا ولا شوية سيبولات من رشوش من الفوق شكل مختلف لداد اكيد كي مراحتو مكونات بسيطة وحتى طريقة تحضير ما معقداش نهائيا ضغية كي يوجدو كنشكركم دائما عن متابعة ديالكم شكرا لكم دائما دائما احتعال الدعم وإلى اللقاء في فيديو فصفة قادمة إن شاء الله مع السلام